كما تسلمت وزيرة الشباب ورياضة حبيب السول ومهامها من الوزير السابق يوسف أبا صلاح في مناسبة ترأسة أيضا الأمين عام النائب للحكومة حسن أحمد فتشا بعد انتهاء فترة عمله الذي يؤكل إليه بوزارة الشباب والرياضة والذي قضى فيه ستة أشهر جاء حفل تسليب وتسلم بين الوزير السابق يوسف أبا صلاح والوزير الجديد حبيب سولبة بهضور الأمين العام النائب للحكومة حسن أحمد فتشا وبعض مسؤولي الوزارة في كلمته الوزير السابق يوسف أبا صلاح فقد أسنى على جميع العاملين بالوزارة لتعاونهم الجماعي في أداء وتنفيذ العمال خلال فترة محامه بالوزارة طالبا منهم مواصلة ومساندة الوزير الجديدة من عجل نجاح وتقدم الشباب الشادي على كافة الأصئد الرياضية والثقافية أما الوزير الجديد حبيب سولبة قدم الشكرها على فقامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو على الثقة التي أعطاها إياها في منصب وزارة الثقافة والشباب الرياضة مؤكدة بأن اليد الواهد لا تعمل إلا بمساعدة جميع العاملين بداخل هذه الوزارة وعلى حامش المناسبة تم التوقيع للمحضر الذي يسمح للوزير الجديدة بمداولة عمالها